فكرة توصيل المرضى دي جات لي إنك كنا بنمر بنفس الظروف مع والدي كان والدي تعبان برضو ومفروض علاجه أو المستشفات اللي كان بتردد عليا في القاهرة فكنا بنمر بنفس الظروف بتاعة المواصلات ونفس الظروف اللي المرضى بتمر بيه فأنا من هنا قلت هتاجر مع ربنا واللي هقدر عليها أعمله مع المرضى مثلاً الأيام اللي باب أفضي فيها في الأسبوع أقدر لنا أطلع مع المرضى ووصلها لهم جداً بتفهم مع الحالات اللي هي بتبعت لواطس باسم المستشفى اللي هم رايحينه والبلد اللي هم منها والأيام اللي هم رايحين فيها والساعة بنفسك معهم الوقت اللي هم رايحين فيه وبأخدهم من المكانين اللي هم عايزينه إذا كان عندي البيت أو بلدهم وبأخدهم من المستشفى اللي هم رايحينه في حالات ممكن أرجعها في نفس اليوم وفي حاجات بتنحجز هناك في المستشفى هو الموضوع بدون أجر مادي لواجه الله كل الواحد محتاجه دعوة حلوة الواحد يحس اللي هو إيه سعد مريض سبب في شفاءه بعد ربنا الحمد لله بتبقى حاجة يعني توعد للواحد أنا الحمد لله المبادرة أطلقتها في نطاق محافظة الشرقية فأنا ممكن لو أنا فاضي على حسب شغل ممكن أطلع كل يوم على حسب مثلا الحالة راحة الزعزيق راحة القاهرة الناس بتبقى مبسوطة في ناس مشكات بتبقى مسدقة لأول بس لما بكلمهم بمراسة كمعامة وكده الناس ايه بتدعيل والله أنا نفسي أعمل حاجة زيه بلكيشن كده عشان يبقى ايه وبسرعة التواصل مع المرضى وصرعة التواصل لو حد معي عايز ايه عايز يدخل معي في المبادرة نبقى ايه نبقى بنتواصل مع المرضى على طول بدل ما ايه بدل ما المرضى بيكلموني ولسه بيبعطوا لي واتسو ونسك مع بعض وكده هو عايز برضو ايه اللي يقدر على حاجة من الشباب يعملها يعني في ناس تبقى فاضي كتير ونفسها تساعد فده حاجة بسيطة يعني حاجة بسيطة وسوايا سوايا 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 سوايا